السلام عليكم وعلى سهلا بكم فيديو جديد لو انت بتستخدم جهاز اندرويد واشتريت جهاز ايفون جديد وعندك واتساب جي بي اللي هو زي الواتساب الزهبي كدوت وحابب انت تنقل محادثات واتساب جي بي دوت من جهاز الاندرويد الى جهاز الايفون في الفيديو بتاع النار ده اشرح لك اسهل طريقة واسرع طريقة تقدر من خلالها اللي انت تنقل كل محادثات واتساب جي بي من جهاز الاندرويد الى جهاز الايفون قبل ما نبدأ الفيديو هنصل لها سيدنا محمد اللهم اصلي وسلم وبرك على سيدنا محمد في البداية واتساب جي بي دوت زي الواتساب اللي هو الزهبي مش الواتساب اللي هو الاصلي لو انت حبيت اللي انت تنقل الواتساب الاصلي من جهاز الاندرويد الى جهاز الايفون ممكن تلاقيها ان هي تبقى سهلة معاك العملية دي هتتنقل المحادسات بكل سهول انما واتساب اللي هو الجي بي دوت بيكون صعب علشان هو ما بياخدش نسخة احتياتية على جوجل درايف فمش هتقدر اللي انت تاخد النسخة الاحتياطية اللي موجودة على جوجل درايف وتبدأ اللي انت تنقلها الى جهاز الايفون وتثبت مسلا الواتساب جي بي على جهاز الايفون وعشان كده هنستخدم في فيديو بتاع النهار ده برنامج اي كيري فون اللي بتقدر من خلاله البرنامج دوت اللي انت تنقل محاسية واتساب جي بي من جهاز الاندرويد الى جهاز الايفون هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف. بعد ما هتدخل على الرابط اللي موجود تحت الفيديو في الوصف هينلك الموقع الرسمي البرنامج هيكري فون هتبدأ اللي انت تضغط نوات على تجربة مجانية وتحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر. بعد ما هتحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر يزر معك بالشكل دوت. البرنامج بيدعم اللغة العربية وهتقدر اللي انت تستخدمه بكل سول. وكمان البرنامج بيدعم قد التطبيقات تقدر اللي انت تنقل البيانات بتاعتهم من جهاز الاندرويد الى جهاز اندرويد او من جهاز ايفون الى جهاز ايفون او من اندرويد لايفون او من ايفون لايفون احنا دلوقتي عايزين نقل الواتساب اللي هو الجي بي من جهاز الاندرويد الى الايفون هنختار كده جي بي واتساب بعد كده حاجب لنا الوجهة ديت زي ما انتم شايفين هيقول لك انت عايز تنقل الواتساب جي بي دوت من واتساب جي بي الى واتساب جي بي ولا من اندرويت لايفون علشان زي ما انتو عارفين من جهاز الاندرويت لجهاز الايفون جهاز الايفون ما بيدعمش ليه واتساب الزهبي او واتساب جي بي دوته فهتضطر اللي انت تنزل واتساب اللي هو الاصلي عندك على جهاز الايفون ولكن هتنقل كل المحاسات اللي موجودة في جهاز الاندرويت على واتساب جي بي الى جهاز الايفون فهنختار اول واحدة ديت اللي هي واتساب جي بي الى واتساب اللي هو العادي بعد كده هتبدأ لانت توصل الجهازين بالكمبيوتر. هنبدأ دلوقتي اللي احنا نوصل الجهازين بالكمبيوتر اول حاجة هتعملها لانت هتوصل جهاز الاندرويت اللي عليه واتساب جي بي بالشكل دوت بالكمبيوتر بكابل اليو اس بي. بعد كده هتوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر عند ريكابل اليو اس بي برضو بالشكل دوت. بعد ما وصلنا كده الجهازين بالكمبيوتر هيبدأ يصلك هنا المصدر دوت اللي هو جهاز الاندرويت ولازم تتأكد من النقطة ديت ان يكون المصدر جهاز الاندرويد اللي هو موجود فيه واتساب جي بي. وعندك اللي هي المقصود ديت او اللي هو هيتم نقل البيانات ليه اللي هو جهاز الايفون. بعد ما تتأكد بالنقطة ديت هتدوس على نه. هتظهلك التعليمات ديت اللي انت هتفعل تصحيح اخطاء اليوسي بي على جهاز الاندرويد. وهتبدأ اللي انت تتابع التفصيل ديت او التعليمات ديت بالشكل دوت. لحد ما تفعل تصحيح اخطاء اليوسي بي على جهاز الاندرويد هنبدأ دلوقتي اللي احنا نفعل تصحيح اخطاء اليوسي بي على جهاز الاندرويد هتدخل كده على الاعدادات بعد ما تدخل على الاعدادات هتنزل تحت خالص نوات عند حول الهاتف اول ما هتلاقي حول الهاتف دي هتضغط عليها بعد كده هتضغط على معلومات البرنامج بعد كده هتلاقي عندك رقم الاصدار هتضغط على رقم الاصدار دي هت سبع مرات وربعة لحد ما يجيب لك كدوات ان انت تدخل رمز الدخول لو عامل رمز تقول على جهاز الاندوريت بعد ما تدخل رمز الدخول حيقول لك انها تم تفعيل ودن المطور هترجع كده خطوة الورى خطوة كمان هتلاقي اختيار جديد نزل عندك انها تلاقي خيارات المطور هتدخل عليها وبعدين هتنزل تحت كدوات هتلاقي عندك تصحيح اخطاء اليو اس بي هتعمل لها تفعيل هتجيلك الرسالة جيد هتدوس على موافق بعد كده هتجيلك الرسالة دي هتعلمين علامة الصح وبعدين تدوس على سماح وبكده انت فعلت تصحيح اخطاء اليو اس بي على جهاز الاندوريت هنرجع مرة تانية على برنامج ايكري فون بعد ما هتفعل تصحيح اخطاء اليو اس بي على جهاز الاندوريت هتلاقي البرنامج جاب لك الرسالة دي هتدوس على استمرار بعد كده هتلاقي البرنامج بيطلب منك اللي انت تاخد نسخة احتياطية من البيانات او المحادثات بتاعت جي بي واتساب عندك على جهاز الاندوريت وهتلاقيه شريح لك بالصور النوات لو انت مش عارف ازاي تاخد نسخة احتياطية من البيانات او المحادثات ديها هتلاقيه شريح لك بالصور هنا طريقة عمل نسخة احتياطية على جي بي واتساب هتروح كده على جهاز الاندوريت وبعدين تفتح جي بي واتساب وبعدين تدوس على التلات نقط اللي فوق دولت وبعدين تدخل على الاعدادات بعد كده هتنزل تحت وتدخل على الدردشة بعدين هتلاقي عندك هنا النسخة الاحتياطية لو لقيت النوات اللي هي إجراء نسخة احتياطية على جوجل درايف مفعلة أو يوميا شهريا بالشكل دوت هتخليها أبدا بعد كده هتدوس النوات على نسخة احتياطية هيبدأ كده ان هو يعمل نسخة احتياطية لكل محادثات واتساب جي بي بعد ما ينتهي كده من عمل نسخة احتياطية هترجع مرة تانية على البرنامج كده احنا تمام عملنا نسخة احتياطية لمحادثات جي بي واتساب عندنا على جهاز الاندرويد هندوس النوات على استمرار. هيبدأ كده البرنامج للحصول على بيانات الواتساب من الجهاز الاساسي اللي هو جهاز الاندريد. بعد كده هيطلب منك البرنامج التحقق من الحساب بتاع الواتساب دوت. هتبدأ اللي انت تدخل رقم الهاتف اللي انت مسجل به على جي بي واتساب عندك على جهاز الاندريد. وبعدين تأكد رقم الهاتف دوت. بعد ما دخلنا كده رقم الهاتف هندوس على تأكيد. هتجي لك الرسالة ديت هتدوس على استمرار. بعد كده هتزلك الرسالة دية هتدوس على استمرار مرة تاني. هيبدأ يجيلك كود كده مكون من ستة ارقام للتحقق. هتبدأ لانت اتدخل الكود انه هات في البرنامج. بعد ما هتدخل الكود المكون من ستة ارقام بالشكل دوت اللي وجدك في رسالة هتدوس على تأكيد. هتلاحظ معك انه هات الواتساب جي بي على جهاز الاندريد تم تسجيل الخروج منه بالشكل دوت. هيبدأ بعد كده البرنامج زي ما انتم شايفين هيزل كانت كل البيانات اللي انت تقدر تنقلها الى جهاز الايفون. كل اللي عليك دولات اللي انت هتختار اللي انت هايز نحن للمحادثات بس. او الصور او الصوت لو مسلاً في في المحادثات دي تقدر لانت己 تختاره من نورة مستندات. ملفات صور مسلا ملصقات فيديوهات تقدر لانت تحدد كل البيانات اللي ان تت ooheds اتعملها لالى جهاز الايفون. وبعد ما تختارها كده حدوز على استمرار. بعد كده هيتطلب منك البرنامج انه انت تعمل تسجيل دخول على الواتساب بتاع جهاز الايفون. بنفس رقم لاتف اللي انت كنت مسجل به على جهاز الاندرويد في جي بي واتساب. هنروحوا كده على جهاز الايفون ونبدأ دلوقتي اللي احنا نسجل الدخول هندوس على الموافقة والمتابعة. ولكن زي ما قلت لك دوت واتساب اللي هو العادي. اللي هو الواتساب الاصلي. هتنزله عندك على جهاز الايفون. عشان انت مش هتقدر اللي انت تنزل على جهاز الايفون جي بي واتساب ولا حتى اللي هو الواتساب الزهب. فلازم اللي انت تنزل الواتساب اللي هو الاصلي ولكن هتستفيد اللي انت تنقل كل محساة واتساب جي بي من جهاز الاندرويد الى جهاز الايفون. هتفتح كده الواتساب وتبدأ اللي انت تسجل الدخول بنفس رقم لاتف. بعد ما هتسجل الدخول على تطبيق الواتساب في جهاز الايفون هتظل لك القائمة جات الاستعادة من الايكلاود. هتدوس على تخطي الاستعادة. بعد كده هتكتب اسمك النوات كده على الواتساب وبعدين تدوس على تم. هيفتح معاك الواتساب بالشكل ده. هنروح مرة تانية على برنامج هكير ايفون. بعد كده هندوس النوات على تسجيل الدخول في البرنامج. هيطلب منك اللي انت توقف العصور على الايفون في جهازك الايفون عشان يبدأ ان هو يعمل لك استعادة للبيانات ديت مرة تانية على جهازك الايفون. هنروح كده على جهاز الايفون. وبعدين ندخل على الاعدادات. بعد ما ندخل على الاعدادات هندخل على الابل اي دي. بعد كده هندخل على تحديد الموكع وبعدين هتلاقي الاصور على الايفون. هتلاقيها انفعلة بالشكل دوت هتعمله لايكاف. هيطلب منك كلمة السر لحساب الابل اي دي. هتدخليني كلمة السر. بعد كده هتدوس على يقاف وكذب احنا عملنا يقاف الاسور على الايفون. هنرجع مرة تانية على البرنامج. بعد متعمل يقاف الاسور على الايفون حتدوص على حول مرة اخرى. ويبدأ كده البرنامج في استعادة البيانات او ح Zhou هجتب لك جدوة نجحت عملية نقل البيانات. وهتلاحز معك جهزك الايفون هيتطفى واشتغل ويبدأ في عملية استعادة البيانات او نقل محادثات الواتساب جي بي من جهاز الاندرويت الى جهاز الايفون. هتستنى كده شوية لحد ما يفتح معك جهازك لايفون بعد ما يفتح الجهاز بالشكل دوت هتروح على تطبيق الواتساب تفتح كده تطبيق الواتساب مرة تانية هتلاقي كل المحادثات اللي كانت موجودة على جي بي واتساب على جهاز الاندرويد هتلاقيها تنقلت معك على جهاز الايفون صور مثلا الرسائل محادثات بالشكل دوت فويس فيديوهات هتلاقيها كلها موجودة عندك على جهاز الايفون وادرت كده اللي انت تعمل للمحادثات واتساب جي بي من جهاز الاندرويد الى جهاز الايفون بطريقة سهلة جدا وبسيط وكمان زي ما قلتلك في بداية الفيديو تقدر من خلال برنامج ايكري فون اللي انت تنقل المحادثات ديت من جهاز اندرويد الى جهاز اندرويد او من جهاز ايفون الى جهاز ايفون وكمان جميع التطبيقات اللي انا قلتلك عليها في بداية الفيديو اللي هي واتساب جي بي او واتساب بيزنس او واتساب اللي هو الرسمي تقدر برضو اللي انت تنقل كل المحاسات وبيانات الواتساب ديات من جهاز الى اخر هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف وكمان هسيب لكم كوبون خاص من 30% لو حبيت ان انت تشترك في البرنامج هتمنى اللي انت تكون استفدت من الفيديو وعجبك وما تنساش اللي انت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة شكرا لكم اشوفكم الفيديو الجاي